اشتركوا في القناة والغيوم ما فيش حد ما شافش قضية السماء في المنام وقضية ان ممكن يكون فيه الوان للسماء وفيه غيوم سواء بقى السماء صافية او فيها غيوم سوداء الى اخر هذه الامور وبرضو يعني عايزين ان نتعرض لبعض الوان السماء تمام كده طيب شوفوا جماعة اولا الطبيعي ان لون السماء ازرق والسماء الزرقاء هذه الرؤية تدل على ان صاحب الرؤية عنده طموح وشخصية قوية وان شاء الله سوف يتحصل على اهدافه وطموحاته وحيانا السماء الزرقاء تدل على الافراح والسعادة وحيانا السماء الزرقاء للبنت العزباء تحديدا تبشرها بالزواج السماء الزرقاء بالنسبة للمرأة الحامل ولادة سهلة خالية من المتاعب ان شاء الله تبارك تعالى بطبيعة الحال لما نيجي ندخل على قضية السماء السوداء او الرمادية لون مش محمود في السماء بخلاف الثياب او الحزاء لون محمود جدا انما في السماء لما شوف السماء سوداء هذه الرؤية تدل على خيبة الامل وحيانا تدل على الفشل وحيانا تدل على فسخ خطوبة لو عزاب ولو في متزوجين للأسف تخبطات في الحياة ومع شديد الأسف اما لو كان لون السماء اخضر هذه الرؤية تدل على الحظ الجيد والفرص الجيدة ان شاء الله تبارك وتعالى لون الاصفر مش محمود احيانا تدل على اما فقر او مرض ومع شديد الأسف اه برضو من الالوان الغير جيدة في السماء لون الاحمر وده همتنع عن تفسيره رؤية غير محمودة بالمرة اما بالنسبة للون البنفسيجي لها علاقة بالراحة النفسية اللون البنفسيجي انا يكوني ده في السماء يعني الوان السماء انا مش بتكلم على الوان الثياب طيب لو انا شفت مثلا ان انا انظر الى السماء هذه الرؤية جيدة جدا بتدل على تدين صاحب هذه الرؤية فضلا عن القوة بالنسبة للرأي قوة الشخصية طيب لو شفت ان انا انظر الى السماء بتليسكوب او بمنظار هذه الرؤية تدل على تحقيق امنية تدل على سماء اخبار سارة ان شاء الله تبارك وتعالى ايضا من الرؤية التي تدل على تحقيق الاماني رؤية لفظ الجلالة في السماء تدل على تحقيق امنية ان شاء الله تبارك وتعالى طيب لما نيجي نشوف رسومات في السماء لو كان المرسوم شيء مما يؤكل او يشرب خير ورزق يعني شفت مثلا رسمة موز او تفاح او شفت طبيخ ايا كان طالما الشيء اللي انا شفته مرسوم في السماء شيء بيؤكل ويشرب رزق قادم ان شاء الله تبارك وتعالى بخلاف ان انا مثلا اشوف في السماء حجارة نار كل الكلام ده بيؤم مزموم مع شديد الاسف حين ممكن يدل على كرب خسارة مادية هموم احزان الى اخر هذه الامور ومع شديد الاسف طيب لو انا شفت السماء تنشق انشقاق السماء بالنسبة للعزاب جميلة جدا بتدل على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى انشقاق السماء للمرأة المتزوجة بسرة جميلة جدا لها بالحمل انشقاق السماء بالنسبة للمرأة الحامل ولادة سهلة اما بالنسبة للرجل المتزوج هذه الرؤية ايضا تبشره بحمل زوجته او رزق قادم الي ان شاء الله تبارك وتعالى لو شاف الرأي ان السماء فيها غيوم كثرة هموم كثرة احزان ديق في الحال ديق في المعيشة وحيانا مرض مشاكل ومع شديد الاسف اما السماء الصافية تدل على رجحة العقل تدل على رجحة العقل وان هذا الشخص عنده بصيرة وحكمة وقوة ايمان وتوفيق من الله سبحانه وتعالى كل ده في السماء الصافية فهي من الرؤى الجميلة جدا 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 وعلى فكرة كمان السماء الصافية للعزاب احيانا تدل هذه الرؤية على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى تدلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته